مهرجان ضواحي بدورته الخامسة حقق ما يصب له من أهداف اجتماعية وأسرية وذلك بمشاركة كافة مكونات المجتمع المحلية أما المزيد فتتبعونه في سياق التقرير التالي هنا حديقة الياش بالشارقة والتي تحتضن خلال هذه الأيام فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ضواحي تتواصل فعالياته الترفيهية والثقافية ليشكل أحد أهم الوجهات الكرنفالية للاحتفال خلال فترة الإجازة الشتوية يهدف المهرجان لتفعيل الترابط الاجتماعي والأسري وترسيخ هذه المبادئ بين أهالي المناطق المختلفة للإمارة وسط أجواء احتفالية تخلط المرحة بالتعلم والاستفادة من أوقات الفراض إزاهم الله خير صراحة القايمين على ضواحي خمسة ما مقصرين من جميع النواحي الألعاب المرافق الصحي إزاهم الله خير يعني من جميع النواحي حتى حتى في المسابقات يعني حتى صاري مستانسين يضم المهرجان فعاليات مختلفة ومتنوعة كالقرية التراثية والعروض الجديدة التي تقدمها إدارة المهرجان كعرض الضل الفريد من نوعه إذ يصلط الضوء على أهم المعالم السياحية في إمارة الشارقة إضافة للعديد من الأنشطة الثقافية والمسابقات والألعاب التي يستمتع بها الأطفال خلال زيارتهم للمهرجان مهرجان ضواحي خمسة وايت حلوة استانسنا وشفنا ألعاب حلوة وأنا وميينة وشفنا الأكلات حلوة وشارينة عجبني في المهرجان أكثر لعبة شفنا لعبة بيت الرعب عيبني في مد مهرجان ضواحي عيبني القطار المهرجان يمثل حدثا اجتماعيا وثقافيا مهما من خلال استقطاب فئات المجتمع بمختلف شرائحها للترفيه بوسائل متجددة وصولا لأهداف مجتمعية تزيد من الترابط الأسري وتصب في خدمة سكان الإمارة يسعى القائمون على المهرجان من خلال إقامته هنا وسط الأحياء السكنية لتعزيز دور الترابط الأسري والاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع لأخبار الدار وليد عارف الشارقة